في الطبقة السياسية حول مشروع توافق وطني يجمع مختلف الأطياف السياسية الفاعلة من أحزاب موالية للسلطة وتشكيلات المعارضة فبعد مبادرة ما يعرف برباعية التحالف الرئاسي المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد العهدى الرئاسية إلى ما بعد إعادة ترتيب الأحمل الوطنية ها هو اليوم إحدى أقوى أحزاب المعارضة يحذو حدوى الموالات ويتبنى مقترح التمديد هل هو عودة حركة مجتمع السلم إلى بيت الطاعة وما هي الدوافع التي دفعت برئيس الحركة إلى الإعلان عن هذا المقترح وهل يتعلق الأمر بصفقة سياسية لمناقشة كامل هذه المواضيع والإجابة عن هذه الأسئلة نسعد باستدافة الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهلا بك معنا دكتور شكرا على قبول الدعوة طيب بداية دكتور مقري فجأتم الجميع بتصريحاتكم حول تأجيل خاصة هو معروف أنكم حزب معارض شارك في لقاءات المعارضة مزافخة واحد واثنين اليوم الحزب يطالب بتأجيل الرئاسيات أولا أريد أن أصح الصورة الغير جيدة معي مجمع من الأسئلة فقط التي عرضتها في المقدمة أحزاب مولاد كانت تدعو إلى العهدات الخامسة والشعب لزاني كله يعلم تغير مؤخرا ولكن نحن ما نطرح التأجيل الكورنولوجيا مهمة جدا نحن ما نطرح التأجيل قبل أن تغير المعارضة رأيها حينما نحن كنا نتحدث عن التوافق وحينما تحدثنا عن التأجيل هناك بعض الأحزاب السياسية في المولادة كانت تعتبروا بأن حديثنا عن التأجيل هو ضرب لمؤسسة الدولة هذا معلوم ومصور ومكتوب اليوم أحزاب المولادة علمت بأن هناك حقيقة استعداد للتوافق استعداد للحادث عن الإصلاحات السياسية فهي تعبر عن مسؤولها لأن أحزاب المولادة تابعة لجهات مسؤولة عنها وهذا ليس غريبا فحينما نتحدث عن أحزاب حزب رئيسه رئيس جمهورية وحزب آخر رئيسه رئيس حكومة فبكل تأكيد هذه الأحزاب ستنضبط بما يقام لها ربما لم يكن لهم علم أو بعضهم لم يكن له علم بالحوارات الكبيرة التي قامت بحركة مجتمع السلم بمناسبة مبادرة التوافق الوطني والنتائج التي تم التوصل إليها ثم بعد ذلك لما عانموا بالأمر تبنوا مسألة التأجيل فإذن حركة مجتمع السلم هي التي دعت للتأجيل ولم تستجب لهذا المطلب حتى تكون الصورة واضحة وجلية يعني هذه العبارة عبارة التأجيل حركة مجتمع السلم هي التي أطلقتها يعني الموالات هناك فقط مصطلحات فيما يخص التمديد والتأجيل أو الاستمرارية أيضا التمديد والاستمرارية هو عهدة خامسة هي أسوأ من عهدة الخامسة لأنها عهدة الخامسة زايد الخروج من الدستور هذا التمديد حينما نتحدث عن التأجيل نحن نتحدث عن اتفاق اتفاق بين السلطة وبين المعارضة لا يمكن أن تصور بأنه يكون هناك إجماع بين الجميع ولكن أطراف من السلطة أطراف من المعارضة تتفق على إصلاحات عميقة نحن لا يمكن على الإطلاق أن نقبل التأجيل بدون إصلاحات عميقة بدون المرور إلى واقع جديد إلى ما يسميه البعض بجمهورية ثانية يعني لا يمكن لحركة المجتمع السلم على الإطلاق أن تقبل الخروج من الآجال الانتخابية إلا بتوافق ومن خلال إصلاحات عميقة تمكننا من المحافظة على البلد أولا ثم تمكننا من منافسة سياسية أفضل هذا ما يؤكد المعلومة التي تقول أن الدكتور مقري التقى بمسؤولين كبار في الدولة نقش معهم حول رئاسيات ربما اقتنعت أنه من مصلحة الجزائر تأجيل رئاسيات هل هذه المعلومة صحيح؟ نحن نلتقنا بالجميع نلتقنا بأكثر من خمسين لقاء والتقنا بشخصية كانت أمام الكاميرات والتقنا بأطراف أخرى بدون أن نعلن عن ذلك وهذا من حقنا من حقنا التقنا بكل من يفيد ومن يستطيع أن يؤثر في القرار ومن يتخذ القرار وفي آخر مطاف توصلنا إلى أن الجزائر في وضع خاطر جدا اقتصادي واجتماعي وفي المحيط الإقليمي والدولي وأن الاستمرار على ما نحن عليه أي وجود فئة مسيطرة على الحكم بصلاحيات كبيرة جدا نحن الآن أمام دستور صلاحيات رئيس الجمهورية صلاحيات أمبراطورية نحن اليوم عندنا دستور حتى لو كان حزب سياسي ينجح في الانتخابات مئة في المئة لا يستطيع أن يعين رئيس حكومة فلذلك هذا الوضع يجب أن يتغير يجب أن يتبدل فإذن نحن يمكن أن نقبل التأجيل لأن الذهاب إلى انتخابات رئاسية في 2019 وفق هذا المصار العادي الطابعي التقليدي هو خطر على البلد لأن ستكون هناك جهة واحدة التي هي في الحكم تستمر في الحكم بالسيطرة وبالهيمنة ولن تستطيع أن تواجه التطورات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة وستؤدي بنا إلى خراب البلد ككل وحتى إن بقي الوضع مستقرا ومضطرب ومستقرا في نفس الوقت ستكون ضمن صلاحيات صعبة لو يجي رئيس جمهورية جديد بالصلاحيات الموجودة لرئيس الجمهورية السابقة سيسوم نسوء العذاب لذلك نحن نريد أن نمضي إلى هذا التأجيل لأخذ الوقت أولا لتحقيق إصلاحات عميقة على مستوى طبيعة النظام السياسي وعلى مستوى قانون الانتخابات في إطار التوافق بين الجزائريين طيب تقنيا دكتور مقري لو نتحدث عن الخطوات القادمة الآن نحن في حالة حوار إذا الحوار هذا أثمر أنتم التقيتم مع العديد من الأحزاب والشخصيات الآن أكيد أن هناك مرحلة قادمة فيه إشارات جيدة إشارات مشجعة ما كان مرفوضاً في السابق أصبح الآن مقبولاً يعني مسألة الإصلاحات كانت مرفوضة كلية كلية يعني على الإطلاق لم يكن الإمكانية الحديث وكان كل ما هناك فرصة للإصلاحات تميع هذه الإصلاحات الآن فيه إشارات إيجابية وصلتنا بأن هناك استعداد وقبول لإصلاحات عميقة تمكن البلد من خروج من أزمته وتمكن في المستقبل من المنافسة السياسية على قواعد ديمقراطية والعاقل حينما توضع أمامه خيارات يختار الأفضل أو الأقل سوءاً يعني نحن أمام خيارات هي كالتالي إما عهدة خامسة بكل مساويها وإما الشخص الجديد يمسك رئيس الجمهورية ضمن صلاحيات مضخمة وبالتالي سنكون في وضع خطير جداً وسيؤدي بالبلد إلى انزلاقات كبيرة أو تمديد وهو شقيق العهدة الخامسة ولكن بالخروج على الإطار الدستوري وهناك الآن سينار الجديد وهو التأجيل على أساس التوافق والذهاب لإصلاحات عميقة لو نتحدث عن الفرق بين مطلبك بتأجيل الانتخابات ومطلب المولاة أيضاً بذلك وهو ما ذهب إليه رئيس حزب تاج عمار غول بضرورة إنعقاد ندوة للإجماع أو الوفاق من أجل تكريس التمديد ستكون يوم الخميس إن شاء الله ندوة ستكون يوم الخميس؟ نعم التأجيل والندوة كان في 24 ساعة من قبل كان يتحدث على العهدى الخامس هل فيه من الجزائر من يجهل ذلك؟ رئيس تاج غير رأيه في خلال 24 ساعة في الأسبوع الماضي نحن دعونا إلى التوافق منذ شهر سبتمبر وبدأنا نتحدث عن التأجيل منذ قرابة الآن شهر فإذا الكرونوجيا مهمة جدا نحن لا يمكن على الإطلاق أن ننخرط في مهرجانات سياسية للتأييد والتطبيل والشيتة والبروصة يستحيل حركة المجتمع السلم تمشي فيها باتجاه نحن حركة عندها مشروع نحن حركة نريد إصلاحات حقيقية يعني أنتم غير ما يدعو إليه حزب تاج لأنه يدعو إلى التوافق ويدعو إلى التمديد أنتم أيضا تدعو إلى تأجيل دكتور مقري القضية ليست عبارة الندوة الوطنية ليست تاج هو أول من ذكرها أو أهم من ذكرها لكن هو متبنى الندوة الوطنية تحدث عنها الأففاس الندوة الوطنية تحدث عليها وثقة مزافران الندوة الوطنية تحدث عليها مثل الإصلاح السياسي اللي عرضته الحركة حركة مجتمع السلم في 2013 الندوة الوطنية تحدث عليها كذلك عبد قادر بخمخل تحدث عليها سبب بيتور تحدث عليها كذلك سعد سعدي إذن الندوة الوطنية وآخر من تحدث عن الندوة الوطنية آخر واحد تحدث عليها هو سيعو مرغول طيب العبر الرئيسي في الندوة ما هي مخرجات هذه الندوة هذا هو الاعتبار هل مخرجات هذه الندوة ستجسد إصلاحات عميقة حقيقية عميقة حقيقية تبرر التأجيل هل هذه الندوة ستكون توفقية تعطي المصار الشرعي للتأجيل إذا كان هذه الندوة أنا أخبر بها عندي هنا في الفلاتو إحنا غير معنيين بها معنى هذه الندوة وأنا لا أصدقك على كلها بالمناسبة لا أتصور بأن هذا صحيح ليس صحيح إحنا الندوة التي نتحدث عنها هي الندوة التي تكون توافقية استعابية وهي التي تجسد إصلاحات عميقة إذا هذا الأمر غير موجود إحنا منش معنيين لا بتأجيل ولا بتمديد ولا بعودة خامسة ولا هم يحزنون حركة المجتمع السن عندها مشروع حركة المجتمع السن ليس طالبة مصالح شخصية ما هي مصلحة نحن ما هي مصلحة نحن أننا ندعم هذا النوع من الأعمال التي تعمق أزمة الجزائر وتعرض الجزائر إلى مخاطر كبيرة جدا وزيد تفرق أكثر وتبعد الناس على بعضهم بعض إحنا الآن في مرحلة رأي نسمع في إشارة إيجابية رأي نسمع في إشارة إيجابية رأي نسمع باللي كان استعداد للتوافق من طرف السلطة من طرف المعارضة رأي نسمع باللي كان استعداد لإصلاحات عميقة أنا أظن أي جزائر أي جزائري بما أنك معنا بكتور مقرفة المقرفة هل نتحط على طبيعة الإصلاحات التي تدعون إليها أي جزائري رأي يعتبر بأن الحزب العاقل والشخصية العاقلة هي التي تفرح بهذا النتائج لما نسمع باللي كان كان تقار بين الأحزاب الجزائري العادي أنتم تطالبون بتأجيل دكتور مقري أنتم تطالبون بتأجيل وهذه الندوة ندوة الإجماعة والوفاقة كما تسمى تطالب بالتمديد يعني هي نفسها رحل إلى تأجيل الانتخابات التمديد الذي سمعناه من طرف بعض الأحزاب بتاع الموالات هو تمديد لاستمرار الرئيس على الحال الذي نحن فيه وهذا أسوأ من العهد الخامسة التمديد أسوأ من العهد الخامسة نحن نقول تأجيل الانتخابات من أول حتى لا نذهب إلى انتخابات كارثية في 2019 إما عن طريق العهد الخامسة التي أصبحت الآن غير الأحد يتحدث عنها أو عن طريق شخص سيستعمل إمكانية الدولة بعيدا عن أطر ديمقراطية ويصبح رئيس جمهورية بصلاحيات أمبراطورية هذا ليس مفيد للبرد نحن نتحدث على تأجيل من أجل أخذ الوقت للتوافق على إصلاحات عميقة إصلاحات عميقة في طبيعة نظام سياسي سنتحدث عن هذه الإصلاحات سنتحدث عن هذه الإصلاحات سنتحدث عن دكتور مقري فقط بين مختلف الأطياف السياسية الفاعلة مع الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم طيب النقطة التي توقفنا عندها كنا نتحدث عن طبيعة الإصلاحات التي تدعو لها حركة مجتمع السلم وماذا تشترطون من أجل تمديد عهدة الرئيس لأنه إذا كان هناك تمديد نحن نتحدث عن التأجيل التأجيل هذا لازم يحمل إصلاحات من بين الإصلاحات هذه فيها ركنيني أساسيا وبعد فيها إصلاحات أخرى كثيرة أول ما يتعلق بطبيعة نظام السياسي الخروج من هذا النظام الذي هو في الأصل رئاسي مضخم مع أنه يريد أن يعطي صورة عن نفسه بأنه شبه رئاسي إلى نظام إما برلماني إما شبه رئاسي تعطى صلاحيات إدارة شؤون الاقتصاد وإدارة الدولة للحكومة الحكومة أي لا يعينها رئيس الجمهورية ولكنها تنبثق من الأغلبية البرلمانية التي تأتي بالإرادة الشعبية هذا تعديل أساسي وجوهري ثم هناك تعديل آخر أساسي وجوهري وهو ما يتعلق بقانون الانتخابات الذي يعطي ضمانات أكثر لنزاهة الانتخابات خاصة ما يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ثم هناك حزمة من الإصلاحات الأخرى من بينما يتعلق باستقلال القضاء مثلا ما يتعلق بالمجز الأعلى للقضاء حتى يصبح القضاء غير تابع للهيئة التنفيذية مثل ما هو عليه الآن كذلك ما يتعلق بالإصلاحات المتعلقة بحرية الإعلام حتى يصبح المؤسسة العلمية تشعر بأن ينعو من الراحة ولا تكون تحت الضغط ولا يضبطها إلا القانون وليست التعليمات ولا الضغوطات وكذلك ما يتعلق مثلا بالجمعيات تسهيل تأسيس الجمعيات نحن دائما نطال بتأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار على أن تكون الرقابة بعدية في إطار القانون وهناك حزمة كثيرة من الإصلاحات على الأقل هذه جملة من الإصلاحات لو تتحقق في فرص التأجيل هذه بعض تأجيل الرئاسية طيب الفترة التي تطالبون بها من أجل هذه الإصلاحات سنة فقط سنة فقط من أجل هذه الإصلاحات طيب كنت تتحدث عن انتخابات اليوم دكتور مقري هل لديكم ضمنات للذهاب إلى انتخابات حرة ونزيها في حال تم التمديد أكيد إذا فيه إصلاحات قانونية أصلا نحن نصبح نناظل والقانون يسندون نناظل والدستور يسندون يعني كان فرق كبير بين عمل سياسي النظار فيها خصمه كأولا القانون والدستور المسيطر المهيمن الذي يصنعه القيادة الدكتاتورية أو بالإضافة إلى أن خصمك القانون هو خصمك السياسي الذي يحكمون ولكن حينما نحقق نحن مكاسب في إصلاحات قانونية يصبح النظام النظار ضمن أطر قانونية ودستورية مساعدة مساعدة وليست ليست معيقة ثم ميزان القوة هو الذي سيفصل في المنافسة نحن نتوقع بأن من هنا إلى سنة ميزان القوة لن يكون في صالح النظام السياسي ميزان القوة سيكون في وضع صعب جدا نحن نعلم بأن في 2020 لم يبقى هناك دولار في احتياطها الصرف وعندئذ ستكون هناك مشكلة ندرة كبيرة لن يكون هناك قدرة على تغطية الواردات الدينار سيكون في وضع صعب معيشة الجزائرية ستكون في حالها صعبة جدا فكل الغرور اللي كنا نشوف فيها من قبل وبدأ الآن ينقص سيتلاشى سينتهي كل الغرور الحكام اللي يسيطرون ويهيمنون لأن عندهم أموال كبيرة لا يستعملونها لتحقيق التنمية ولا لمصحة الجزائر ولكن من أجل السيطرة فقط كل هذا الغرور سيزول عندهم ستكون الفرصة متاحة أكثر للتوافق يعني نحن حينما نتحدث عن التوافق في خلال هذه السنة باعتبار ما نكسبه من قوانين وتطورات ميزا القوة سيكون سيكون التوافق ممكن أكثر أو المنافسة تكون أحسن أفضل مما 2019 حيث لا يزال الغرور ولا فيه إمكانية لتوافق شامل وحقيقي كما نريده قد نحق جزء منه فقط وكذلك القوانين ليست في صالحنا إذن نحن نريد أن نتوافق فيما بيننا لمصلحة بلدنا أولا ونؤجل المنافسة حتى تصبح شروط المنافسة أفضل طيب بعد تصريحكم حول تأجيل إنتخبات تلئاسية يعني أعتقد أن حتى إذا كانت حركم مجتمع السن حتى إذا كانت السن لا يهمها إلا المنافسة أكيد كل عاقل يختار فترة المنافسة التي تخرج عليه يعني حلها ما هو أفضل ننافس في ظروف صعبة ولا ننافس في ظروف سهلة طيب دكتور مقري ردود الفعل التي تلقيتمها بعد تصريحكم حول تأجيل إنتخبات رئاسية أكيد أن ردود الفعل جيدة رغم أنكم كنتوا من المعارضة الآن تغير جيدة في اتصالاتنا الحثيثة يعني فيه اهتمام يعني حتى وإن ما تكونش جيدة فيه اهتمام كثير كبير عند مختلف مختلف طيب طبعا أنا أتحدث عن المعارضة المسؤولة اللي عندها وزن شخصية اللي عندها وزن نحن في اتصال كبير كنا نشوف ردود الفعل فقط جريدة الإكسپريسيون يوم أمس أطرت انتباهي عن الصفحة الأولى لجريدة الإكسپريسيون نعم كما نتابع الإكسپريسيون جاء فيها إسلاميو حزبي تاج وحمص يسيراني من أنقرة الفخ التركي كما نتابع في الجريدة في صفحة الأولى أولا أنت خسرتي من كل الجرائد أنا كل صباح يتحطوا الجرائد كلها قدام هذه الجريدة الوحية دكتور مقري أنا قلت لك هي ما أتارت انتباهي هذه الجريدة شوفي الجريدة الوحيدة التي أسعت لنا الجرائد الضخرة كلها كلامها معقول كلها كلامها معقول هذه الجريدة الوحيدة ثانيا طيب ردكم على هذه الجريدة نحن لكان جنا ناس تعمل شاكل وتعجيدان هذه النسخة نستطيع أن نقاضي بها المسؤول على هذه الجريدة ونستطيع أن نأخذ حقنا من العدالة لأنه اتهام مباشر عليها أن يأتي بالدليل عليها أن يأتي بالدليل هو الآن يقول بأن نحن نسير من طرف أنقرة نحن نستطيع أن نقاضيه الآن مباشرة في العدالة وعليه أن يأتي بالدليل وسنأخذ حقنا منه وسبق لنا أن قضينا جريدة وأخذنا حقنا وبعد ذلك سمحنا لها ثالثا يعني مشكلة الفكرة بحداتها مشكلة مشكلة الناس تطوروا كين شخصيات سياسية تطورت شخصيات سياسية ما تطورت كان أحزاب تطوروا وأحزاب ما تطوروا وكان مؤسسة إعلامية تطورت وأحزاب إعلامية لم تتطور الذي نلاحظه في الجزائر أن مجمل الأحزاب السياسية وكثير من الصحفيين وكثير من شخصيات تطور ولكن هذه الجريدة أصحابها تطوروش يعني معنا هما لم يتطوروا بقاوف في فكر قديم بقاوف في فكر قديم طيب خلينا نعود إلى الحركة الآن نعود إلى تأسيس شيخ أبو جرى سلطاني لمنتدى الوسطية ما رأيكم في هذه الخطوة التي أقدم عليها شيخ أبو جرى سلطاني هل استشاركم في ذلك في مقرح لا لا استشارنا ونحن حينما أي مناضر أي إطار في الحركة يؤسس مؤسسة منظمة لا تسيء للحركة أو لا تتسبب في إرباك للحركة نحن هذا الأمر لا يزعجنا على الإطلاق فالمنتدى هم يقولون بأن هذا لأغراض ليست سياسية ليست لا علاقة لها بالمنافسة السياسية وهي في إطار الفكر في إطار الثقافة نحن هذا لا يزعجنا وموقفنا نحن من المنتدى هذا هو الذي سيرسمه لسنا نحن نحن سنرد الفعل لن نفعل إذا المنتدى بقي في اختصاصه فنحن لا حرج علينا في ذلك وإذا ثبت في اختصاصه قد نتعاون معه ما دعا تمشكل ولكن إذا تخل في حالة الاشتباك السياسي أو التنظيمي عنده إذا مؤسساتنا ستتخذ قرار إذا تخل في حالة الاشتباك السياسي معنا وأصبح أو تهديد تنظيمي للحركة عنده إذا سنتخذ الموقف الزيارات التي قام بها الشيخ أبو جرى سلطاني العديد من أحزاب فلاوين الأخيرة هذا من أمور التي تجعلنا نسأل عن رسالة المنتدى هل هي رسالة السياسية أو رسالة ثقافية وفكري جيد طيب البعض يقول أنه خسارة أبو جرى السلطاني وحتى دكتور عبد المجيد من أسرى لمواقعهما داخل الحركة في المؤتمر جعلهما يبحثان عن فضاءات أخرى فكان منتدى الوسطية لشيخ أبو جرى سلطاني وأيضا منتدى البرلمانيين الإسلاميين لدكتور عبد المجيد من أسرى منتدى الإسلاميين نحن من صناعه ونحن من من ساند وسعى إلى أن يترأس الشيخ الأستاذ عبد المجيد من أسرى لأستاذ المنتدى هذا من قراراتنا ما يتعلق بالمنتدى البرلمانيين من قراراتنا لا يوجد فيه أي تعارض بل هناك تكامل كبير بيننا خلاف للمنتدى الوسطية الذي لا نستشار فيه لم تستشار فيه طيب يعني الدكتور المقرغ غير منزعج من المواقع الجديدة سواء لشيخ أبو جرى سلطاني وليدكتور من ناسر مواقع لما تكون بالتنسيق معنا وبالتعاون معنا وبالتكامل معنا وفي إطار نفس الرسالة هذا يسعدنا لما أي مؤسسة تصبح تهددنا بالطبع في هذه الحالة يجب أن نحمي أنفسنا هذا شيء غريزي هذا شيء طبيعي لا حرج في ذلك إذا منتدى يشتغل في مجال فيه تكامل فلا حرج على الإطلاق بالعكس نحن كلما نشط إطارتنا ونشط قيادة الحركة ورموزها في مختلف المجالات وأصلاً نحن في رؤيتنا عندنا الخط السياسي وعندنا ما نسميه الخط الاستراتيجي المتعلق بتوجيه توجيه إطاراتنا للمجتمع المدني يعني كلما نشط إطارتنا بتلقاء أنفسهم أو بالتعاون معنا في المجتمع المدني هذا يسعدنا لأن هذا يتكامل مع رؤيتنا جيد مقرر رئيس حركة مجتمع السلم كنا نتحدث عن شيخ أبو جرى السلطاني وأيضاً دكتور عبد المجيد مناصرة طيب حتى نختم فقط ما داخل الحركة وما يحدث داخل الحركة كآخر سؤال طيب بعد القراءات تقول أنه أهدف الشيخة مجرى سلطاني من متدى الوسطية هو أن يكون مرشح الإسلاميين في الرئاسيات هل يمكن حصول ذلك؟ سنعراء طيب موقفكم يعني مرشح الإسلام يعني مرشح الإسلامي في الرئاسيات من يرشيهم من يرشيهم هناك قراءة تقول هذا موقفكم من هذه قراءة إذا دخلنا في الانتخابات الذي يقوم بالترشيح هو من الشور الوطني لا غير لا يوجد أي مؤسسة أخرى لا صلاحية ترشيح هذا أو ذاك طيب دكتور مقري هل لديك طموح شخصي في الترشيح لرئاسيات صراحة اليوم؟ أنا بالنظر للوضع الذي يمر به البلد طموحي هو أن نحفظ البلد من الانزلاق ثم طموحي هو أن نوفر الظروف المناسبة للمنافسة مستقبلا الآن بالنظر الذي نحن فيه بالنظر للوضع تعلق البلد وبالنظر كذلك لغلق اللعبة انتخابية انتخابات تزور يعني كيف يمكن نتحدث عن الطموح فإذن العاقل هو الذي يعمل بالأولويات الأولوية الآن ليست الطموح الشخصي الأولوية الآن هو أول المحافظة على البلد ثم توفير الشروط المناسبة للتنافس النزيل بعد ذلك هل يوجد حزب هل يوجد حزب يؤسس وليس له طموح كل حزب في آخر خطاب لك دكتور مقري قلت لو أكون رئيسا للجزائر في آخر خطاب لك لو أكون رئيسا للجزائر عندي كامل القدرة على تحقيق أولا التوافق وعلى تحقيق التنمية ضمن الحلم الجزائري الموجود في برنامجنا يسمى البرنامج بديل ما في ذلك شك وليس لنا أي تردد في هذا الموضوع وليس لنا أي شك سنستطيع حل المشاكل الجزائرية والوصول بالبلد إلى نماذج المعروفة الموجودة في تركيا في ماليزيا الموجودة في الفيتمان أطرح سؤال بسيغة أخرى هل يمكن أن تقرر الحركة الدخول في رئاسيات ويكون مرشحها شخصية أخرى غير رئيس الحركة مقري مجل الشورة حر يرشح من يشاء الترشيح نحن في مجل الشورة لا توجد مؤساة أخرى ترشح غير مجل الشورة الوطنية الحركة طيب بعيدا عن كل هذا مؤخرا اتخذت موقفا متشددا من زيارة ولي العهد ولي عهد السعودية للجزائر البعض يتساءل لماذا في كل مرة الدكتور مقري لا يراعي مصلحة الجزائر من الجانب الاقتصادي على حساب اعتباراته الإديولوجية إن صح التعبير كيف لا يراعي مصلحة الجزائر بما أنك تعرض زيارة ولي العهد السعودية أن كل رأاها أنها لفائدة الجزائر مع أنها في الأخير أين هي فائدة الجزائر في استقبال بن سلمان؟ أين هي الفائدة؟ أين هي الفائدة؟ اقتصاديا لا شيء لا شيء سياسيين يبهدل ويسأل السمع أين هي الفائدة؟ لا توجد أي فائدة على الإطلاق ونحن كل تضحياتنا وحتى حديثنا نحن على التأجيل من أجل الإصلاحات يعني مصلحة الجزائر إحنا لو كان جينا لو كان جينا نحوسوا على مصلحاتنا يكفي نضربوا البروسة برك ننحقوا مصالحنا لو كان جينا نحوسوا على مصالحنا لماذا عرض عنا عبد الملك سلال أن نكون في الحكومة بثلاثة أو أربع وزراء ورفضنا لماذا؟ لماذا؟ يعني الجزائر يسمعوا فينا وعلى بانهم لو كنا نبحث على مصالحنا لماذا تعرض علينا الوزارة؟ ورئيس الحركة باعتبار رئيس حركة هو المقدم أكثر بأن يكون وزيرا وزير دولة والله وزير يعني بكل متى عن الكلمة ما الذي جعلنا نحن نتنازل عن الوزارة ونتنازل عن المناصر؟ لكن اليوم أيضا دكتور مقري غيرتم الاتجاه وتراجعتم عن كل هذه هل يمكن في خلال شهور قليلة هل يمكن في خلال شهور قليلة الإنسان يتغير إلى هذه الدرجة المعيار الثابت والمستقر يا مصلحة البلاد ونحن حينما نقول نؤجل الانتخابات من الشرطين نكون في الحكومة ولا في الوزارة نحن شرطين الإصلاحات الناس اللي حوصوا على مصالحهم ما يطلبوش الإصلاحات يقولوا أنا ديرني في الوزارة ديرني في الحكومة أنا ما نشطالبين نكونوا في الحكومة ما نشطالبين نكونوا في الوزارة نحن نقول التأجيل من أجل الإصلاحات ليس التأجيل من أجل أن نكون في الحكومة يعني المنطقة راح واضح والشعب الجزائري راح يسمع لما حزب سياسي لا يطلب لنفسه شيئا ويطلب إصلاحات لكل الجزائريين لأننا لما نتكلم عن الإصلاحات لكن هذا عكس ما راح جميعا دكتور مقر كيف تقول الجميع فقط عندكم أنتم الحزب الوحيد حزب المعارضة اللي كانت عندكم رؤية أخرى مغيرة لكمل الأحزاب اليوم حقيقة يعني بتصريحكم لتأجيل الرئاسيات يعني كانت صدمة لكمل الجزائريين تقولي في صدمة أنا شايف صدمة أنا تلاقينا مع المعارضة اليوم شوفي اليوم أنا في خلال ثلاثة يوم أربع أيام التقيت مالي يطلع على خمسة من أقطاب المعارضة الكبار كلهم يعني كانوا مقرأة كلهم علاقة طيبة كل واحد عنده وجهة نظر تعمل يقول تأكيد ولكن لا توجد أي صدمة صدمة جوهي أسمعي مفدلك ما تزعفش عليها بالصح هي الصدمة عندك أنت والله عندي سيد لا رأيتكلم لك في اللي كنت أرتعك على فكرة يعني في كل مرة تحضر للبلاتو توجه لنا هكذا إتهامات أنه صحفي أنت كيمة التهمين شوفي زيدتي الكريم لازم تكون إتهامت في كل مرة يعني المرة اللي فاتت كان زميلة هنا وتهمت نفس إتهامات يعني أسئلتي أحضرتها أنا وقمت بالإعداد تاحها في كل مرة يعني تهرمي إجابة تهم للصحفي وأنا ثاني أجوبة تهمها لا 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 تهم يعني لا تهم إن الأجوبة باتهام الصحفي لا أحد يقولي فيما تسمعوا على فكرة يعني مرأني اسمها فيها لا لا تهمت أو تهمتش أتهمت من أتهمت؟ طيب دكتور مطاري خلينا بعيدا عن كل هذا خلينا نحو لشكل الاقتصادي لازم تكون عندك أرياحية وقدر عن التحمل عندي أرياحية شوف كيمة تتهمي غيرك كيمة تتهمي الضيف شوف كيمة تتهمي الضيف لما الضيف يجيبك بذية الطريقة لازم تقابلي وش قبل هو أكيد هذا ما تقرقش ما تقرقش كيمة أنت تتهمي لازم تتهملي ما تتهمت يا دكتور مطاري لو أناك ما تتهمتش أنا أنقل فقط لما تقول أنت أنتما أصدمتوا أصدمتوا المعارضة والمعارضة أنا أنت لقى بيوم أنا ما كشنت إياه فبالتالي ما في ذلك شكل يجب أن أوضح لك وأنا متأسف على هذا النوع من النقاش يعني متأسفيني والواحد يقول يعني لاش لا دكتور مقرأي هناك أسئلة يعني هناك رؤية ننقلها وتقوم بالإجابة عنها فقط هذا ما يحدث فقط طيب آخر نصل إلى ختم هذا النقاش فقط طيب كان عندي سؤال سأله لك في الختام طيب لو جاءك شيخ نحنح في المنام وقال لك يعني تركت لكم حركة واحدة لماذا قسمتمها بماذا تجيب هذا سؤال شخصي لست أنا من قسم أنا لم أكن طرف في مواقع من الاشيقاقات أنا وحدت لحركة كان فرق كبير لما وقع الاشيقاقات المشكلة لم أكنش أنا طرف فيها أنا لم أكن هو أقطع بالصراع بالعكس في المؤتمر الذي وقع في الشيقاق أنا كنت جزء من لجنة كانت تبحث على أن تجمع الشم ولما وصلت لرئاسة حركة عاودت جمعة الحركة فإذا هذا السؤال يطرح لي غيري مش لي أنا أين وصلت الوحدة بينكم وبين حركة البناء أي تسير عندنا لجانا نشتغل فيها جيد طيب دكتور مقرين تمنى لك توفيق إن شاء الله تمنى لحركة المجتمع سلم شكرا جزيلا أنا على حضورك من أحضورك